السلام عليكم معكم ليلا بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة ومحبابي معكم في اليوم 24 القلق في أغلب أحيان كيجينا من خلال الأفكار اللي إحنا كنسجوها في دماغنا فاشكن نوقعه في واحد يعني في واحد السيشواصون فاشكن عندنا شي مشكل مثلا كيكون مشكل بسيط وممكن أنه يتحل بكل سهورة ولكن إحنا إلا كان داجا عندنا واحد الأطراب بالقلق وعندنا واحد تاريخ مع التعامل مع الأحداث في الطفولة دينا مثلا شفنا على أنه الوليدين دينا كيتعاملوا مع الأحداث بشكل كبير كيكبضون مسألة شفنا مثلا على أنه احتمل المشامعة كنت أطروا فيه لأنه أي حاجة بسيطة كنكبروها فأوتوماتيك مفجرة نوقع في شي مشكل سنكبرها في الخيال دي لأنه بنسبة لي هذي كالطريقة الصحيحة لمعالجة هذك المشكل القلق مشي دائما يقدر أنه يكون سبب في الاكتئاب اللي عفنا كيفاش نتعاملوا معاه خاصنا نحجموا هذيك المشكلة ونرجعوا الحجم ديالها الحقيقي ونتعاملوا مع المشكلة لأنه القلق يجينا من كتبة التفكير ومن كتبة ما إحنا كانت قاوم نعالجوا في هذك المشكل في دماغنا وكندوروا هذك المشكل وربما ما كيكونش كيستحق هذك الحجم اللي إحنا أعطيناه فمن الأحسن أن نتعاملوا مع المشكل ولكننا كان حسنا دائما كان نفكروا يعني عندنا التفكير الزائد وكان نفكروا دائما في المشاكل بكثرة وكان شي كسبب لنا الطراب بالنوم وأكيد عنده مجموعة من الحاجات اللي سلبية اللي ممكن توصل لاكتئاب فخاصني نشوف أخصائي نفسي اللي ممكن أنه يعالجني من الطراب مرض الطراب والقلق ومنقولش على أنه يجي حاجة عزية ممكن جوزة